ودخلت ودرست. يعني حوشت فلوس ودخلت ودرست. وحوشت فلوس ودخلت ودرست في 2013. 2013. 2012 خدت بريك كده جيت. عدت في مصر كانت أميها تعمل عملية. فعدت كده فترة في مصر وكانت مصر. عشت معنا ألطف أيام دي. كانت فترة يعني. فارج علينا كل يوم. بس برام كده مع مصر أنا فعلا يعني اتحرمت منها سنين طويلة. أنا خبطت عشر سنين مرة واحدة في أمريكا. فلما رجعت تلاتين سنة كانت ما كانتش سهلة. فأقول تعود شوية بقى استمتعت جدا برغم كل اللي فيها. واصحابي أنت زياد يا عم عندك بديجي يا أمريكا. أنا مرتاح مبسوط. يعني هي فعلا مش فيها حاجة حلوة. هي فيها حاجات حلوة والله العظيم. هي حاجات حلوة. بأمانة وحيات ربنا. يعني والحمد لله يعني أنا حسس بفرق كبير من 2012 مراحل جت 2016 مهرجان اسكندرية كان لياه فيلم هناك. 2018 كان لياه فيلم تاني فاير فلايز. خرج الأستاذ رعوف زاكي. مصري أمريكي على فكرة برضو. فيلم جميل جدا. فيلم صامت. و2020 ما جيت شفت مصر مرت بمراحل. بصراحة الرئيس سيسي والحكومة اللاين اوار بأمانة يعني. فعلا. انت حاسس اللي فيه تغيير. عشان برضو. اللي جوه غير اللي بره. تغيير رهيب. لا لا. انا مش بقول اي. مش بقول كم عشان خاطر اجمل حد. لا انا شايف الفرق. أخيها مصطفى أول ما جيت. قاعد فرجني على كل الفيديوهات. المدن الجديدة اللي في مصر جانب كل مدينة. في مدينة تانية أختها الصغيرة كده. حاجة منتها الجمال. شكرا.